وحديث من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بان الله لو بيتهم في القنة حديث ضعيف قد ألفت في سورة الإخلاص وفضلها كتب أوسع كتاب رأيت في ذلك كتاب الخلال سمى فضل سورة الإخلاص وجمع كل الأحاديث الواردة في فضل سورة الإخلاص يسوقها بأسانيدها ابن رجب رحمه الله له رسالة في فضل سورة الإخلاص وتفسيرها ذكر شيئا كثيرا من فضائل سورة الإخلاص ثم ذكر تفسيرها وسبب نزولها شيخ الإسلام رحمه الله توسع في مجموع الفتاوى أكثر المجلد السابع عشر بل كله إلا قليلا هو تفسير لسورة الإخلاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر